مستقبل مصر مشروع تنموي متكامل قاطرة مصر الزراعية ونواة الدلتة الجديدة لتوفير المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض كلمة الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنما نعيشه اليوم كجزء من العالم وأمام التحديات الغير مسبوقة التي يمر بها العالم ونحن جزء منها وكانت هذه التحديات نتيجة لأذمات عالمية أولها الأزمة والتدخم الذي سمي ما بعد جائحة كورونا لسبب أن الاقتصاد العالمي أثناء الجائحة كان في نوع من التباطئ وقلة للسلاك ثم عندما تعافى العالم من جائحة كورونا الاقتصاد العالمي بدأ ينمو وينمو بمعدلات أكبر مما كان متوقع عليها في الفترة اللي موجود فيها جائحة كورونا فأدت إلى زيادة أسعار الطاقة ومن أهمها البترول والغاز أدى ذلك إلى زيادة كافة السلع الأساسية الاستراتيجية في العالم وكان هذا هو التحدي الأول الذي واجهه العالم كله وكذلك أثر على سلاسل الإمداد في العالم مما رفع تكلفة الشحن والنولون ثم قبل أن نستوعب هذه الموجة التضخمية جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية حتى تجعل الأمور بعدم وضوح كبير وتؤدي إلى ارتفاع أسعار غير مسبوقة وموجة من التضخم الإضافية التي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية نحن نتكلم على الدول العريقة والقوية اقتصادية وعذرا لأن أنا هذكر أمريكا كمثال من الأكبر قوة اقتصادية موجودة في العالم الفرد الأمريكي النهاردة والحكومة الأمريكية النهاردة تواجه مشكلة التضخم أمريكا لم تعلم تضخم أعلى من واحد واثنين في المية في الأمور والكثير من السنوات الماضية النهاردة نتكلم عن تمانية في المية معدل التضخم في أمريكا اللي كان بملأ عربيته بأمانة بتمانين دولار النهاردة بيملاها بمية سبعة وتلاتين دولار وأنا بتكلم عن تجربة أعلمها جيدا في الولايات المتحدة الأمريكية الجميع يعاني من هذا الموضوع ماذا حدث وليس لنا أن نذكر الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات ولكن هناك واقع فرد علينا أن نواجه مثل هذه التحديات الجميع وكافة الدول ومنها الدولة المصرية العظيمة بقيادتها وبتوجيه السيد خامة الرئيس وضعنا الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات وكذلك كافة العالم لسنا نحن فقط ولكن العالم أجمع وكافة الدول أصبح الأمن الغذائي هو الشغل الشاغل لها ومن منع التصدير ومن منع تحرك السلع ومن الجميع حافظ أن يحافظ على الأمن الغذائي الداخلي الأمن الغذائي يعتمد على ثلاث محاول رئيسية نمرة واحد هو توفير السلع وخاصة السلع الرئيسية والمحافظة على هذا التوفير باستمرار النقطة الثانية هو إمكانية وصول المواطن لهذه السلع نديد ممكن جداً يكون عندي احتياط استراتيجي وليكن يغطي شهرين بس أنا مش مغطي حلاب وشلاتين ولا العريش ولا بير العبد ولا بعض القرى البعيدة أو الواد الجديد أو أي مناطق لكن لابد أن تكون منظومة التوزيع منظومة متزنة حتى يمكن المواطن أي كان موقعه في الجمهورية أن يصل إلى السلع كما يصل لها المواطن في القاهرة أو الإسكندرية ثم المعضلة الأكبر وهي ضبط الأسعار فلابد من توفير السلعة ثم إتاحتها إلى كل المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية وكذلك ضبط الأسعار حتى يستطيع المواطن أن يحصل على السلعة التي يقوم به ماذا قامت الدولة المصرية في هذا المقام اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أذكر هنا الرؤية الثاقبة لسيادتكم والإدارة الحكيمة وهذه ليست مبالغة وجهتم سيادتكم عندما توليت أنا ملف وزارة التموين أن يتم رفع الاحتياط الاستراتيجي كنا دايما شغالين على ثلاثة شهر إلى ستة شهر وزي ما حضرتك بتقول دايما لم توجه ذلك فقط ولكن تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع هذا الاحتياط إلى ستة شهر لم يكن هذا كافيا لسبب برضو لو أنا عندي أمح ومعنديش أخزنه وحافظ عليه طول السنة بجودة جيدة سأعاني بعد ذلك من عدم توفره فكانت المشروعات الاستراتيجية اللازمة للحفاظ على هذا المخزون بالتوازي مع هذا التوجيه وبدأنا في المشروع القومي للصوامع ونحن الآن نفتخر أن لدينا ثلاثة واربعة من عشرة ونتوجه إلى خمسة مليون طن صوامع وجاري التعاقدات والتنفيذ في هذا المقام ثم مع ذلك ليس فقط الصوامع الزيوت كان هناك دائما أزمة في الزيوت لقلة عدد المستودعات اللي موجودة تم زيادة المستودعات في الأدبية وتم زيادة المستودعات في مين الدميات وفي الدخيلة وفي الأسكندرية بالإضافة إلى كافة المستودعات المتاحة لشركات القطاع العام أو القطاع الخاص ونفتخر أن اليوم لدينا بسعة تخزينية سبعمية وخمسين ألف طن زيوت خام سواء زيت نخيل سواء صوية سواء عباد شمس ثم بعد ذلك كذلك لضبط منظومة التخزين كان هناك التوجه المشروع بالمستودعات أو المخازن الاستراتيجية وجاري التعاقد على أربع مخازن استراتيجية يبدأ تنفيذها هذا العام تشمع يعني المساحة الموقع عشر أفدنة بس عشان بس نتخيل مش بنتكلم في مخزن ألفين متر ولا عشر تلاف متر نتكلم في عشر أفدنة كل مشروع منهم بحيث يضيف قدرة من التخزين كل هذا المجهود وكل هذه التوجهات أدت اليوم ونحن نتكلم وسط هذه التحديات وهذه الأزمات التي تواجه العالم أن مصر لديها الآن احتياطي من القمحة النهار الثلاثة وتسعة من عشر ده كان يوم الخميس يوم ما كنا بنعمل النهار ده بقول لحضر على أرضنا جوة سوامنا أربعة واحد من عشرة زائد متوقع أن نضيف كمان اتنين ونص لتلاتة مليون من السوق المحلي وبالتالي سنصل إن شاء الله بتأمين ليناير عشرين تلاتة وعشرين بالإضافة أن الصوامة بالنسبة لسلعة السكر كما قيل وأنا سعيد جدا النهار أنه ذكر السكر سواء في هذا الموقع العملاق لمستقبل مصر أو مع وزارة الزراعة فإحنا قاربنا الحمد لله كما قال وزير الزراعة عندما إن شاء الله سيادتكم تفتتح مصنع القناة سيكون مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في صناعة السكر الذي كان يمثل هاجسا في 2017 كان هناك أزمة غير مسبوقة في السكر ووصل السكر لـ 20 جنيه وفي لحظة من اللحظات لم يكن موجود الحمد لله النهاردة إحنا محافظين عليه ما بين عشرة وعشرة ونص وإحداشر وأقصى حاجة 12 جنيه لكيلو السكر في السوق بالنسبة طبعا برضو المخاذي ما فيش سلعة بدون تخزين وبدون حفاظ عليها نصريا أن نتكلم على احتياط استراتيجي دائم ومستدام بالنسبة للرزة مصر مشهورة جدا طول عمرنا عندنا اكتفاء ذاتي وإن شاء الله نحافظ على المياه بالبحوث الزراعية والبحوث المائية وكافة مجهودات الدولة حتى نستمر في زراعة المساحات المطلوبة للرزة مع ضبط المياه والحمد لله الموسم القادم سيبدأ في سبتمبر ولدينا حتى الآن تعاقدات خمسة ونص شهر تغطينا لما بعد الموسم القادم وكمان لا بدنا أن نذكر من مصر تقدمت كثيرا في صناعات الماكرونة ويمكن دي من أحد الحاجات اللي مع معالي وزيرة الصناعة استسنين التصدير الماكرونة السباكتي من مصر مع أنها الأصل فيها أمح وإحنا منعنا تصدير الأقماح أو الدقيق ولكن سمحنا بتصدير الماكرونة السباكتي لما هي لها جودة عالية وفي نفس الوقت هناك تعاقدات فلا بد أن نستمر في الحفاظ على الجزء من السوق الخارجي لتميز صناعات الغذائية في مصر الزيت هذا المنتج الهام العظيم يمثل أكبر تحدي الآن في كافة أنحاء العالم وهو من أكبر السلع التي عانت من التحديات ومن الأزمات فهذكر بس يعني على سبيل المثال وليس على نحسب حسابات معينة زي النهاردة السنة اللي فاتت كان طن الزيت الخام حوالي 740 750 دولار بعد التحدي الأول ما هو ما بعد أزمة كورونا وصل لألف وألف ومتين ووصل لألف وثلتم دولار النهاردة يا فندم في أزمة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا نحن نتكلم في ألف وثمانمية وألف وثمانمية وخمسين دولار بمعنى أصح سعر الزيت الخام القابل لي أنه والأكل بدأ ضرب في 120% وسوف نأتي في الأسعار في هذا الموضوع كيف تحملت الدولة المصرية هذا العبء حتى يمكن الحفاظ على توفير وإتاح بأسعار مقبولة للمواطن المصري بالنسبة للحوم دائما حضرتك وجهت كل ما يزيد التنمية الحية في مصر وهناك فجوة بنستطيع أن نستوعبها عن طريق توفير اللحوم الحية السوداني والحمد الله لدينا تعاقد حتى 16 شهر واللحوم المجمدة عندنا احتياطي 6 أشهر بالنسبة للدواجن زي برضو ما سمعنا الحمد لله بالنسبة للدواجن الحية هناك شبه اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية ولكن بنستورد في بعض المواسم وخاصة في الشتاء حيث تقل بعض المربيين في هذا نظراً لنسبة الفاقد بتزيد في هذه الفترة فهنا بنستورد وعندنا احتياطي مدى الكفاية 7 أو 9 من 10 بالنسبة للدواجن المجمدة تالت محور سوري تاني محور متأسف في الأمن الغذائي وهو إمكانية وصول المواطن للسلع برضو بتوجهات سياداتكم في اعتماد خط التطوير التجارة الداخلية في أكتوبر 2017 هذلك اعتمدت هذه الخطة التي أدت إلى البدء في إنشاء المناطق اللوجستية والمناطق التجارية متعددة الأغراض بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ التوزيع ووصلت النهاردة لأكتر من 40 ألف منفذ منهم 1300 منفذ وهم المجمعات الاستهلاكية و33 ألف بدال تمويني يعمل معنا بقواعد وزارة التموين وحضرك وجهت أن نصل 7000 منفذ لمشروع جمعيتي والحمد لله اليوم وصلنا 7000 منفذ لمشروع جمعيتي مما يتيح اتزان شبكة التوزيع على مستوى كافة القرى وأنا أتكلم كافة القرى وكافة النجوع على مستوى جمهورية مصر لا 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 خلينا لسه لسه نحن فضل قبليها على كافة ربوع جمهورية مصر العربية حتى يمكن أن الحاجة تبقى عريبة بالنسبة للمواطن فاستطيع أن يحصل عليها دون أن يتكلف أعباء أخرى غير ما هو سعر السلعة ثم التحول الرقمي كل هذه المنشآت مربوطة بشبكة رقمية وتعمل سواء ضبط المخزون التوزيع ما يتم توزيعه يوميا بيبقى فيه تقرير يومي نسبة توزيع على كافة الفروع قد إيه ما تم وصوله فالنهار ده مثلا نحن دايما سبقين نحن النهار ده 21 إنما من يوم الخميس كنا وصلين لـ 80% نسبة توزيع السلعة التامنية على كل أنحاء الجمهوري المحور الثالث وهو ضبط الأسعار وهو المعضلة الرئيسية في كل ما يحدث وإن كان هناك تأثير مباشر لتتابع الأزمات وتتابع المواجات التدخمية من ما بعد كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية هي زيادة الأسعار الزيادة الغير مسبوخة التي لم يشهد العالم زي مدولة رئيس الوزراء يمكن من 100 سنة ويمكن النهاردة بنتكلم مؤكد منذ بعد الحرب العالمية التانية لم يشهد العالم موجات تدخمية فكان لابد من العمل حتى يمكن أن نضبط الأسعار لا يمكن سبات الأسعار أستغفر الله العظيم الموت هو السبات الوحيد إنما الدنيا لابد أن تضغير فما فيش حاجة اسمها سبات أسعار ولكن هناك إدارة للأسعار بحيث أن تكون مقبولة مع ضمان استمرار المنتج والموزع وكذلك أن يكون مناسبا للمواطن فمن أهم النقط إن احنا رفع كفاءة الوحدات الانتاجية لتقليل التكلفة واعتمدتم فخامتكم تطوير كافة الوحدات الانتاجية هتمت سيادتك تطوير صناعة الزيت هتمت مشروع تطوير صناعة السكر هتمت سيادتك ووجهت وتتابع التطوير المباشر لكافة مطاحن القطاع العام والخاص فهناك نقلة نوعية ورفع في كفاءة الانتاج زيادة الوفرة والمعروض هذا هو الحل الحقيقي لكبح جماح الأسعار ويمكن أثبت هذه النقطة في رمضان الماضي أننا استطعنا بالتعاون مع التحدي الغرف التجارية ومع التحدي الصناعة ومع كافة الشركاء في القطاع الخاص والقوات المسلحة والشرطة كلنا تعاوننا أن نوفر كافة السلع في الأسواق ونزيد من منافذ التوزيع واستطعنا الحمد لله وهستأذن عضيك السعير وتوفيق كبير جدا من عند ربنا أن نستطعنا أن نستمر بالأسعار ما كان قبل رمضان واستمرنا بعد رمضان حتى 15 مايو هذا الشهر نحن موجودين فيه ومستمرين في ذلك في مناطق كثيرة ثم الشراكة مع القطاع الخاص هناك لجان عليا سواء للسكر سواء للزيت سواء للقمحة سواء للرز سواء كذا بنعود جميعا سواء المنتجين أو الموزعين أو التجار أو كذا حتى يمكن دراسة ما يجب أن يتم أو ما نأخذه في الاعتبار والحق يقال لابد أن نتوجه لهم جميعا بحسن التعامل والمعاملة والاعتمادية عندما نتفق معهم على شيء فيتم التنفيذه ثم الرقابة الرقابة على الأسواق وتطوير الأسواق وهذا موضوع هام جدا وهناك تعاون بيننا بين كافة الأجهزة الرقابية وخاصة بباحث التموين لوضع النقاط على الحروف وأي مخالفات تنشأ في ذلك مع وجود خطة واستراتيجية حقيقية لتطوير الأسواق ثم ما نحن فيه الآن ما تم عرضه هو ما قامت به الحكومة لتأمين ما يسمى مفهوم الأمن الغذائي دكتور علي ممكن نرجع لقبل منها كنت أنا يعني دي التوجيه كده دكتور مصطفى مع المحافظة أو المحافظات يعني ووزارة الداخلية والتنمية المحلية أن نحن ندرس إمكانية أن نحن الأراضي الفاضية يعني مثلا فيه أرض فاضلة فدنين في مصر الجديد واحدة أو اثنين أو ثلاثة دكتور مصطفى أو في مدينة مصر أو في أي حد تقدر تستوعب السوق ده نحن مستعدين أن نتحرك في برنامج سريع نعمله ونخلي الناس بتوع الأسواق الرئيسية الرئيسية لهم تجار الجملة أتحلوا أن يخش هنا يبقى بدل ما بيجيب الحاجة بتاعته تيجي على سوق الجملة في العبور مثلا لا تيجي الحاجة بتاعته على هنا على طول هو عارف بقى هو عايز يودي أنا أقيل له أنه عندي هنا في مدينة نصر سوئين من ده وفي مصر الجديدة سوئين أو ثلاثة وفي المطارية والمرج ثلاثة أربعة أسوأ كده وهو يجيب من عنده من المكان اللي بيتم فيه اللي هو بيشتري به المنتجات لا يعني أنا كتاجر جملة بجيب حاجة على سوق الجملة أدي نقل ثم باتحها للناس ياخدوها يبقواها تجارة تجزئة هيجيب من المصدر رئيسي أنا بقى بقول له لتجارة تجزئة أزودهم وتجارة جملة أزودهم وأبقول له أعمل عشر خمستاشر عشر سوق زي كده في القاهرة والجيزة في المناطق الفاضي تتعامل بالطريقة دي خبالك يا محمد نحن نقدر تتعرض علي الخطة دي ونقول لهم بس بقى بالشرط عملت لك ده كله عشان أنت تجيب هامش الربح يا قليل أنت عايز تخلي الرقابة على الأسواق وعايز تخلي أن التجار ما يغالوش في أرباحهم باستغلاله ظروف لازم تعمل زيادة في المعروض غير تقليدية بازاي الأسواق دي أنا بقى مواطن موجود في مدينة نص أخد أتحرك لغاية هناك أشتري أقل من التجزئة التجزئة الصغيرة اللي هو ده وبالتالي التجزئة ده محل من الاتنين يعني زبط سعره يعني زبط سعره لأننا حلقي هنا كيلو المنتج اللي أنا باخده أقل أكيد من مسيله في الحاجة التانية أنا قلت الكلام ده من أسبوعين لأننا نحن مسؤولين كدولة دكتور مصطفى على أن تفضل المنتجات متسيطرة على أسعارها ما أمكن حتى نهاية هذا العام حتى نهاية هذا العام نهاية هذا العام إن شاء الله وجهدنا مع بعضنا كلنا كمؤسسات مع مجتمع مدني مع الغرف مع الأسواء لا ينتهي حتى ينتهي الأزمة دي بتدعيت إن شاء الله فشوفوا الموضوع دوت وإحنا ممكن نتحرك فيه ويعملوها دكتور مصطفى شو فضل بأمانة حل عملي حقيقي وإن شاء الله ندعاون كما قلت مع الأراضي دي ممكن تكون بتاعت ناس إحنا مش هناخدها لا من ناخدها بالحيجار إحنا مش هناخدها يعني بالحيجار نستخدمها استخدام مؤقت فقط وممكن ندفع مقابل لها لغاية بس الأسمة الأزمة دي التعدي ده موضوع مؤقت ممكن نتحرك عليه بدل الشادر القماش والكلام ده يعني نشوف هنقدر نعملها إزاي هاب نشوف نقدر نعمل حاجة زي كده زي شكرا شكرا يا فندي النهاردة بقى عيد حقيقي ونحن يعني أنا عن نفسي ليش شرف أن أكون في هذا الاحتفال ب افتتاح مشروع مستقبل مصر اللي هو من وجه نظري المتوضعة هو تغيير حقيقي وإضافة حقيقية للقدرات الاقتصادية الحقيقية هناك اقتصاد حقيقي وهناك اقتصاد غير حقيقي في الاقتصاد الحقيقي لجمهورية مصر العربية وذلك بزيادة المساحة المنزرعة هنا بنتكلم على زيادة المساحة المستصلحة لتلتمية وخمسين ألف فدان ومنها 200 ألف فدان مزرعين وإحنا موجودين دلوقتي والباقي في الموسم من زراعة القادمة يتم زراعته بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا ونحن كنا نتكلم في الأمن الغذائي وكنا بنتكلم في أهمية وأولوية هذا الموضوع فإنه مثل هذا المشروع يشارك كثيرا في تقليل الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية سواء القمح أو الزرة أو الزراع البذور الزيتية والثلاثة دول من أهم الثلاثة محاصيل الاستراتيجية اللي كثيرا مننا أو يعني نسبة كبيرة منها بيتم استيرادها من الخير بالإضافة إلى زي ما قيل الحفاظ على توفر الخضر والفاكهة وكثير من المنتجات طوال العام بس لازم برضو نقف هنا يا فندم إحنا مصر ذكرتها عظيمة جدا بحيث أي أزمة قد كده بيحصل لها زيادة وبتتنشر والحاق الطماطم بكام و23 جنيه الحمد لله السنة دي لم يحدث ارتفاع في الأسعار اللي كان دايما شايفينها في كل الخضروات والفكهة أي اثناء قلة المعروض أو ما نسميه ما بين العرو إلا في الطماطم وظهرت وأنا اللي عايزي تابع استمرت عشر أيام فقط ثم انتهت ما كان يحدث ذلك إلا لوجود استمرارية في الإنتاج والإنتاج من الصوب ومن ثم يمكن استمرار العرض طول العام وليس في مواسم معينة ثم يظهر في عجز في ما بين المواسم المختلفة ومن ثم موضوع الصوب الزراعية ولست هنا أتكلم عن الإنتاجية كثلت مرات والأربع مرات وتوفير المياه في نفس الوقت وإن كانت تكلفة الرأس المالية أكبر بسرعة يعني ليس هناك شك أن جدواها يمكن على ثلاث أربع خمس سنين تعوض بفرق الإنتاج مثل هدفها موضوع الصوب وأهمية ذلك لتوفير الخضروات والفكهة طول العام أعتقد جزء هام جدا في الأمن الغذائي المصري ثم الحمد الله سمعنا أنه هيتم إضافة صومعة 120 ألف طن في هذا المشروع وبالتالي إضافة محمودة جدا للمشروع القومي للصوامع الذي يحافظ على القمح وهو سلعة رئيسية هامة جدا لطول العام ده قول بقى الصومع يبقى طول الصومع للخمسمائة ألف طن اللي في توشكة مش كده طيب وعشان نقول للناس الخمسة مليون طن حجم الزائي يعني كده أنا عندنا دلوقتي بأمانة أشكر حضر تلاتة واربعة من عشر مليون طن حقيقي صومع موجودة على أرض مصر في كل أنحاء المحافظات هناك تلات مشروعات فرعية مشروع لصوامع جديدة وبالذات في مناطق الأراضي الجديدة التي تم زراعتها الأقماح وهي بالنسبة لنا توشكة وشرق العواينات والمستقبل مصر أو كأساس لأدلتة الجديدة بالإضافة إلى منطقة أهمة جدا في أسوان اللي هي دندرة لسبب نقطة نقطة استراتيجية في النقل على النيل وهتبقى مع الطريق الجديد الغرب غرب 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 دندرة هنا هتبقى مركز رئيسي لتجميع الحبوب سواء من توشكة أو شرق العواينات أو جنوب أو أسوان بحيث يمكن النقل لمناطق الاستهلاك اللي هي في الشمال طول الدلتة دول يمثلوا حوالي 600 ألف طن إضافة توشكة واحد وتوشكة اتنين وشرق العواينات ودندرة وكنا حطين اللي هو الدلتة الجديدة أو مشروع مستقبل الأربعة دول مع بعض يمثلوا 600 ألف طن إضافة المشروع تاني أنهنا عندنا أماكن للصوامة الحالية المساحة المخصصة نفترض 20 فدان إحنا استخدمنا 10 فددين وقدرنا نعمل 60 ألف طن على هذا المكان فصغنا مشروع تاني وهو زيادة الساعات التخزينية لبعض مواقع الصوامة الحالية اللي موجودة وهنا الميزة الجامدة هنا البنية الأساسية موجودة من مية موجودة من كهرباء موجودة من غاز موجود من طرق موجودة كل حاجة موجودة ولكن هيبقى التكلفة اللازمة لإنشاء الساعات التخزينية الإضافية ودول يمثل 630 ألف طن ثم لدينا المشروع العظيم الذي سوف نستكمل به المشروع القومي للصوامة وهو الصوامة الحقلية الذي نعاني الآن من الشوان اللي موجودة ولا بد أن نستخدمها حتى نزيد من أماكن التجميع مع السادة المزارعين ونسهل عليهم ولكن هناك مشروع ب70 شوانة نسميها شوانة حقلية الشوانة ما بين خمس تلاف طن لعشر تلاف طن مش منتكلم على مية وعشرين ألف طن ولا مية وتسعين أو مية وستين لأ منتكلم على خمسة يعني خلية أو خليتين تبع المساحة اللي موجودة ودول حيمثلوا لو نضرب عشرة في ستين نتيجة احنا بعد إذن حضاياك وتصديق حضاياك بدأنا في أول عشرة موجودين وفي دخل اتنين وحضاياك شرفنا يفتح واحدة منهم في الشرقية والإسماعيلية والمينيا من أحد الصوامة الحقلية فيبقى ستمئة ألف طن فستمئة ألف طن زائد ستمئة مليون واثنين من عشرة زائد ستمئة وثلاثين بلاش الثلاثين يبقى ستمئة كمان يبقى مليون وثمانية من عشرة مليون ده المستهدف العظيم اللي ان شاء الله بس برضو ممكن أقول دولة رئيس الروزر ان هناك اتفاق تم خلاص مع جهات لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع تم الاتفاق والحمد لله انه سيتم وكلام أهم جدا لو لا هذا المشروع اللي أكلم عن المشروع القوم الصامع ما كنا نستطيع أن نتكلم أن لدينا حتى أربعة شهر حتى مش ستة شهر حتى أربعة شهر مخزون استراتيجي كان في السابق أقصى حاجة عندنا التلات شهر ربما يكون عندنا شهر ونص شهرين كنا بنبقى في وضع بأمانة نتيجة كان العالم مستقر أكتر من ذلك من الفترات اللي احنا فيها دي انما النهاردة احنا بنتكلم بنستهدف حتى ستة شهر ستة شهر يعني بالبلد احنا بنستهدف تمنمية ألف احنا نراجع مع بعض الأرقام تمنمية ألف في الشهر ستة في تمانية في تمانية وارباية يعني عزنين أربعة وتمانية من عشر طب يا دكتور انت بتقول انت تلاتة وستة من عشر آه معنى عندي صوامع في المطاحم وعندي بناكر صوامع أفقية وعندي بيبقى جاي في المواني عشان نتكلم بأمانة بيبقى فيه جزء الطلب وجاي يتأمل وبالتالي التلاتة واربعة من العشرة مع ديناميكية العمل بدون امكانية وكان عندنا في لحظة من لحظات ستة الشهر حقيقي على أرض مصر وما العايزين خمسة خمسة مليون لأسباب مهمة جدا ذكر النهاردة تخزين الدرة وانا هستهز نحضر لك بس عشان برضو نقول في الدرة ده احنا زمان كنا نقطع الدرة كنا بنشره فوق البيوت طبعا الناس اللي قاعدة مش فلاحين بس أنا كنت فلاح كان بتحط فوق البيوت ويفضل الدرة لما ينشف الدرة كان لازم ينشف ما كانش ينفع واحد ياخده يقطع ويطلع السوق ماينفعش فكان لازم ينشف زي الحطب بتاع الدرة القط كان يتحط فوق البيوت طبعا دلوقتي البيوت بقت مسلحة وبقت كذا وبقت كذا ولا توجد مساحات لنشر مثل هذه الأمور مما أدى إلى حتمية وجود المجففات وفي زيارة أو أكتر ليا ووفود كثيرة زرنا دول صناعية عريقة حتى يمكن ضبط هذه المجففات وهي جزء الآن لا يتجزأ من مشروع الصوام والصوام التي نعملها الجديدة حطين فيها شرط أن يبقى فيها المجففات لسبب الدرة لازم يتاخد وبعدين يخش على المجفف لسبب لو درجة الرطوبة مش أقل من 13 لو 14 أو 15 زي ما حضرتك تفضلت كده متأسف الفطريات هتتعمل ويدوب خلاص يعني اعتبر أنت دخلت أسبوعين وبعض فبالتالي كان لابد من إضافة موضوع المجففات إلى الصوام لسبب لا نستهدف فقط تخزين الأقمح ولكن تخزين الدرة كذلك وكافة الحبوب ما هو تم إضافته في هذا اليوم حتى هذه اللحظة وما تم من 2017 حتى اليوم زي ما سمعنا تم إضافة 120 ألف طن من الأقمح و130 ألف طن من الدرة السفرة وهنا بنجر السكر أنا طولت وبعتذر للإطالة بنجر السكر نقف هنا وقفة تاريخية لهذا الموضوع وهذا المشروع العظيم الذي شرفته أن أكون جزء مع سياداتكم في افتتاحه لتنين مليون طن دول لو لا هذه الكمية ما استطعنا هذا العام وأنا بكلم هذا العام أن تستمر الخمس مصانع البنجر الشرقية النبرية الدأهلية الفيوم الدلتة زائد مصنع سادس مصنع كذلك يتبع شركة السكر والصناعات التكاملية الستة الغزة واستمرار ونحن نتكلم الآن لا يزال إنتاج سكر البنجر موجود لتوفر البنجر كان في السابق ممكن نشتغل أربعة شهر نوقف ممكن نشتغل كذا ونوقف النهاردة الموسم يبدأ من فبراير حتى أعتقد سوف يستمر إلى ليس آخر مايو ولكن إلى يونيا وإن شاء الله الإنتاجية مش عايز أشكر بس نتيجة ثم أغلوا السعر شوية نسبة الحلاوة في البنجر المزروع هنا أعلى من النسبة في الأرض السودة وده برضو بضيف قيمة لسعر الطن في البنجر بس هذا الرقم يجب أن نتوقف عنه والحمد لله إنه حصل ونفس التوجيه اللي حد لك عملته وده كان في 2017 وتوجيه زيادة ارتفاع المخزون الاستراتيجي كان في 2017 وتوجيه استكمال مشروع البنية الأساسية للتجارة الداخلية كان في 2017 وكل هذه التوجهات والمبادرات تمت بدون أن يكون هناك لجائحة كورونا ولا الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن كان هناك رؤية ثاقبة وإرادة حقيقية لبناء البنية الأساسية الاقتصادية لهذا البلد فساعدنا بذلك وإن شاء الله في المرحلة المستقبلية أنا نفسي أشوف إضافة مليون طن أمحة إلى المحصول المصري هذا سينقلنا إلى وضع نفسي واستراتيجي أن نصل بمليون من هنا وحوالي 750 ألف كذلك من تشكة ومن المناطق الجديدة 250 نضيف 2 مليون طن حقيقي للأمح نصل بنفسنا بدل ما بنستورد أتكلم على الحكومة فقط ولكن بالنسبة عامة نصل من 45% اكتفاء ذاتي النهاردة وهذا لا يحرج أحد إلى حوالي 65% وهنا يضعنا في موضع أن نحن نتحرك ونتصرف بنفس هادي حتى يمكن إدارة مثل هذه الأمور الساخنة في بعض الأوقات والحرجة في أوقات أخرى والتي بها قصور كذلك في أوقات أخرى بطريقة أكثر اقتصاديا لم ينتهي المشروع بذلك ولكن كان هناك منطقة صناعية صوامع تخديم لها نسعيد بـ 120 ألف طن تضاف إلى المشروع القومي محطات غربلا وإنتاج تقاوي هنا حذلك حتى أشرت ومعالي وزير الزراعة أشار التعاوي 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 زي الزيادة في المساحة المنزرعة حتى نزيد من إنتاجية الفدان لابد أن يكون لدينا تقاوي جيدة معتمدة معتبرة وبالتالي حنزيد الحاجتين للمساحة ثم الإنتاجية الفدان 10% بس الزيادة زي المشروع ده في الأفقي لو الإنتاجية زادت 10% تمثل مش لمشروع مستقبل مصر لوحدها في هذا المقام فإن شاء الله وجود الأرض أنا بعيد إنما نتيجة حاجة عظيمة جدا وجود الأرض البكر اللي ما فيهاش حاجة ولا شوائب ولا فطريات ولا بتاع ثم البذرة الكويسة ثم المحطات الغربلة وكذا هيبقى عندنا دقاء ودرجة عالية جدا من التقاوي التي سمعت أنا من المقدم بقاء إن تمثل تعمل 2 مليون فدان بس أنا هستنى دي 2 مليون فدان تقاوي 2 مليون فدان يا فندم لو زي ما معاد وزير الزراعة مش مش 3 ولا 2 ده أقل من 18 ل 23 يعني 5 أرداء 5 أرداء 5 أرداء في 2 مليون فدان يعني إحنا بنتكلم في أرقام هيلة لمجرد وجود الأرض النقية ده مصنع مصنع تقاوي وجود أرض نقية مع محطات غربلة وتنقية وتعبئة ثم شبك التوزيع نستطيع أن نرفع كذلك 10% مصنع إنتاج الزيت زي من سياتك وجهت هنبقى نتعاون نتيجة هناك مبادرات كثيرة في إنتاج الزيت فلابد أن نتعاون في ذلك حتى لا يتم تكرار مثل هذه الأمور مصنع أعلاف 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 هم جدا جدا ثم محطات فرز وتعبئة وهذه إضافة حقيقية هذا المشروع هو إضافة للقدرات الاقتصادية الحقيقية لمصر ليس فقط في مجال الزراعة ولكن في مجال الصناعة الصناعة الغذائية وكذلك القوى البشرية لفت نظري مقدم بها وبتكلم على الأمالة والقوى البشرية نحن نحتاج إلى جيل جديد يفهم في الميكانة الزراعية ويفهم في الزراعة الحديثة حتى يمكن تعميم مثل هذا بأمانة الحلم يتحقق والطريق إلى المستقبل المضيء برؤيتكم الثاقبة وقيادتكم الحكيمة يضاء حقيقة بمثل هذه المشاريع الأملاقة المؤثرة القوية التي تبنى اليوم حتى نكون في مستقبل أفضل والسلام عليكم ورحمة الله يا دكتور علي أنا عايزة أسمع الناس اللي موجودة معنا هنا والمصريين كلها احنا جينا على مصانع أهو أدشينا من ثلاث سنين وقلت لدكتور علي اعملوا مصانع جديدة مش كده مش كده دكتور مصطف قلت له ما تشغلش بلك قوي بأنك أنت جيب أحسن ساعة مش كده دكتور مصطف صح لأن أنت عشان توصل لده أحد أخذ لك سنة صح حضي علي وعليك فرصة الدكتور علي ماشي بطريقته خلاص لا يا فتن ما أجراش حال مش كده دكتور مصطف فإن شاء الله السنة القادمة في السادات في السادات وامتداد لسايلو فود الذي كان ويذال يمثل كذلك إضافة حقيقية في الصناعات الغذائية والحق يقال بسعد كثيرا للتعاون ما بيننا وما بين الخدمة الوطنية في كافة الأمور وإن شاء الله سنتعاون يا دكتور علي لو أنتم حسين على ضوء نتاج الأزمة الدكتور مصطفى اللي تتمت سواء كانت في كورونا أو في الأزمة الأوكرانية أن السعة أو الإنتاج بتاعكم للمصارع اللي أنتم شغالين فيها دلوقتي محتاجة تزيد فكروا وعرضوا علينا شكرا جزيلا مش كده دكتور علي أنا بشكل حديث شكرا شكرا